اهلا بكم مشاهدين مرة تانية ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل باصحاب النعم في القرآن الكريم في قصة اصحاب الجنة في سورة القلم ربنا سبحانه وتعالى يقول ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فضلت الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الاوقاف الاسبق اهلا بحضرتك معنا اهلا بك وسهلا يا استاذ انا عايزة اعرف قصة ده اصحاب الجنة دي يعني شرحها لنا كده ببساطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد الحقيقة قصة اصحاب الجنة هي قصة كل اسرة كل عائلة ترث تركة رائعة جدا ومباركة جدا نتيجة انه الرجل اللي مات كان رجل صالح وشوفنا ده في حياتنا كتير اوي والقرآن خلد هذا النموذج لانه يتكرر رجل صالح عارف كويس اوي ان ما عندكم ينفد وما عند الله باكم عارف كويس اوي انه اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا كل يوم منادي بنالي بن السماء بيقول كده وبيدعي كأنه بيدعي لي او بيدعي علي فالواحد يختار بقى انت عايزني ايه في يوم عايز الملك يبقى بيدعيه لك ولا بيدعي عليك هو ده مش دعاء ولا ده ايه اه دعاء اللهم ما من يوم ينشك فجره الا مناد ينادي مناد ده مين ملك اه الناس تجيبت بقى في حق الناس دول الاب مات والاب ده والله يا استاذ انا سمعت حكاوة شبيهة دي من الناس يعني مش بس مسجلة في قرآن قصة واحدة يبوا ورسين ورسة وزيع وزيع صحيح وبيبقى بادئ حدودك البركة فيه منين الرجل الاولان الاب او الجد رجل صالح طيب عارف كويس اوي انه القصة مش قصة النشاطر في الزراعة صحيح ما هي مزرعة زي غيرها ارضه مجورة غيرها المية واحدة والدنيا واحدة بس هو راجل بيشوف قطيب الثمر يطلعوا لله صحيح وحد قال لي كده كان ويقولوا الشجرة دي بثمرها الحلوة ده تطلع لربنا كلها كلها اه وقطيب حاجة تطلع بانجا بقى تطلع خوخ ايا كان في الثمر في الجنة اللي عنده يطلع احسن حاجة منها فربنا يدون بزيادة الرجل مات وده نموذج القرآن بيخلده عشان يتعلم منه الرجل مات فالأولاد قعدوا ثلاثة اربع أولاد ولا يعني الأقل هم ثلاثة في القرآن في القصة لي بالتحديد الثلاثة اجتمعوا اتنين منهم غلبوا التالت وقالوا احنا ليه ندل الفؤراء احسن حاجة ليه ندل الفؤراء اصلا بمنطق المشركين واذا قل لهم انفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعموا وربنا عايزه فقير انا اللي هاغني ربنا عايزه جعان انا اللي هاطعمه وشبعه وربنا عايزه كده انا مالي ما يفهموش الفلسفة الحقيقية والحكمة من انه جعل هذا غني وهذا فقير ده هو جعلك غني لتعطل الفقير اختبار لك في غناك واختبار للفقير في فقرة ايه او ايه الولدين غلب والتالت وقالوا له لا احنا هنروح بقى بالليل مش حتى هنستنى لما الصبح يطلع قبل الفجر بساعة والتي ندينا ظلمة والفقرة نايمين ونجري نجمع الثمر على بال منفوق والناس تفوق يروحوا عند الجنينة ما يلاقوش حاجة يبقى احنا خدنا الثمر وروحنا وبعد كده بقى نفكر بازا كنا ندي حد حاجة ولا ما نديش وقرروا هذا وعزموا عليه وقاموا قبل صلاة الفجر يا استاذة عشان يروحوا عند الجنينة بتاعتهم بجنينة بتاعتهم ارضهم فحفظين الطريق واسقوي يمشوا في ظلمة يمشوا في مرمى عندهم مش مشكلة يوصلوا حضرتك يلاقوها مفيش اكثر من جزوع نخت خاوية كأنها محترقة قالوا احنا توهنة ده قبل مي يعني مجرد منوه بس بقى النية فقط مجرد النية لسه ما اشتغلوش ما خدوش حاجة منها فكروا الكلام ده العاصر مثلا بكرة بقى هنصبح نمشي بادر بقى قبل الفجر بقى في الظلمة كده وصلوا حضرتك لقوها مفيش العيدان خوية سيقان خوية محروقة مفيش خالص قالوا لا 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 احنا جينا في طريق غلط يبدو الدنيا ظلمة احنا ما خدنات بالنا تعال نرجع البيت تاني ونمشي للغط بتاعنا من الطريق الصحية يمشوا يمينشي مال هي بتاعتهم مفيش فايدة والقرآن عبر عنده انا بلوناهم اي قريشا وامثالهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسامهم تعالفوا عرفة اذا الشيطان كده ما يحلف فبعزتك لاغوينهم هم حلفوا ماشي هندل الفقر حاجة اقسم كأنه جابوا مصعب حلفوا عليه اذ اقسموا لا يصرموا النهي ان يجمعوني الثمر مصبحين ولا يستثنون ما قالوش ان شاء الله وما قالوش هناخد شوية وند شوية حتى الواجب هنأكل الخمسة في المية لو كانت بتسكى من الجهد او عشر في المية لو بتسكى بالراحة من الجهد ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت قصريم طائف يعني ايه حضرتك صارق حرقت وما حرقتش ما حرقتش اللي جنبها ولا اللي بعدها هي حرقتها بس نزلت حرقتها ومتشكرين وخلاص يروحوا وبصوا ما فيش اي حاجة خالص فالاوصب بقى اللي وكان معتدل فيهم قال لهم مشانا قلتلكم فالتاكو ربنا سبحانه وتعالى واخذ يلوموا بعضهم بعضا وانتهت القصة على ان هم تعاهدهم ان احنا غلطنا ومش هنكرر دي تاني وهنا اكل كل احد مش بس صاحب بستان ولا صاحب مزرعة صاحب مال عنده في بنكو ولا صاحب صحة ومال ووقت يقدر يبزله ولا صاحب اي حاجة من يقدر يعطيها ولو كانت قليلة الحفاظ على المال ده تكون حسنتي حافظ على مالك حافظ على صحتك حافظ على عفيتك ابزل منه لله عشان يبقى صحيح اعطي منه لله عشان ينمى عشان يستثمر يا اخواننا اللي عايز يزود دخله ينفق اللي عايز يحافظ على اللي عنده ينفق حضرتك بقى فاهم ان لا اصل المية لما طلع منها خمسة بقت خمسة تسعين لكده قالك لا انا عايزهم المية مية ما طلعش الخمسة عشان تفضل المية لن تبقى مئة لن طب وان بقيت ستذهب في ابواب الله اعلم بها وحتى لو انت مدت وسبت له مضخر قد كده مدام لم يكن فيه الله سبحانه وتعالى هو المقصد ولم يؤد فيه حق ربنا الاولاد دول هتخنوا عليه احنا يا فانديم عارفين كويس او اوي ان القاعدة الربانية واضحة ما عندكم ينفل وما عند الله باق وما انفقته من شيء فهو يخلفه يخلفه ولذلك ربنا يختم الايات ويقوله حضرتك كذلك العذاب والعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون العذاب الحقيقي ان البخيل ما يتمتعش بفلوسه تضيع واتروح في حاجات ما لهاش لازمة واولاد يتقتلوا عليها ده العذاب الحقيقي وعذاب الاخرة بقى بالنباخل ومنع هيكون اشد عارفة اشد ليه حضرتك لان ربنا علمنا بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم مجال كنتم تكنزون لانفسكم كنزتم العذاب كنزتم النار كنزتم الحديد اللي بيصهر والنحاس اللي بيصهر والفضة اللي بتصهر والدهب اللي بيصهر عشان تكووا بيه شفت المصيبة قد ايه يعني انا بجمع عشان يبقى عذاب علي اللي عنده انا اسف بهائم ما بيخرجش زاكتها هتيجي يوم الايام بحجمها الضخم ده تمشي عليه تمشي عليه لقوله هو ده الشياء تعمل نفس الكلام تنطحه وتمشي عليه مصيبة والله من يعرف من يعرف سيبقي على قدر الذي يحتاجه وسيخرج ما بعده وهو معرف كويس او ان الرزق مش واقف على ده الرزق مالهوش علاقة ابدا طبعا بان اتدخرت او ما اتدخرتش ابن ادم تقول مالي مالي من حيث لا تحتسب بقى بتيجي حاجات ما تتشعمل حسابها طبعا ابن ادم تقول مالي مالي ليس لك من مالكة الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأبقيت جميل طيب هنتلع نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقاء ترجمة نانسي قنقر ابتكر حضرتك وحضرتك حديث ربي سبحانه وتعالى الكدسي الصحيح يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقي يقول له يا رب كيف اسقيك وأنت رب العالمين أنت لا تشرب أنت لا تحتاج إلي فيقول أما علمتك أن عبدي فلان كان ضمآن استسقاتك مش نازم يجي يطلب منك ما انت عارفت خلاص ما انت شوفت هو على الشاشات ما انت عارفت نتيجة معي اسمها البر والتقوى لما عملت الألف دير طمعانا أنها تعمل العشر تلاف عشان تخدم الناس دول ما عاد لكش حجة العلم وصل إليك ما عاد لكش حجة إحنا نزلنا بنفسنا وعيننا وقادى البير قدامنا وورانا وفي خلفنا ما عاد لكش حجة إلا أنك تساهم وتشارك وتعمل تبص حواليك تلاقي الدنيا كلها صحروية زي ما احنا شايفين كل مش محتاجين لبير ولا اثنين ولا ثلاثة الواحد لو بييده يعمل لكل بيت بير بس هو كل حاجة على قد النفقة فربنا يا ربي عينكم ويتقبل منكم وتساهمه وفعلا نحقق الهدف اللي بسموه التارجت يعني نصح التعبير لجمعات البر والتقوى ونعمل عشر تلاف بير في الأماكن اللي احنا شايفينها الصحروية دي وفي غيرها بالتأكيد في أماكن كتير قوي احنا ما وصلنا لهاش ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويتقبل من كل حد ويرزقنا الإخلاص يا رب كان سبب في أن احنا نوصل لهذا المكان والغيره ونوصل نقطة المية علشان الإنسان فضلا عن كل حي في هذا المكان يحيى بأمن وأمين شكل المية الجارية كده جميل أعتقد أنه هي الجمال بقى بتشوفه بقى بعد ما يعني أول ما الواحد يحط في حاجة يلاقي النتيجة في الدنيا على طول يعني طبعا النتيجة في الآخرة بقى الواحد نفسه فيها لأنه ما فيش شك أنه ما فيش حد بيدفع لله عشان الدنيا بس يعني ما هيخلاص كله هيمشي يعني فالنتيجة بتباني يا فضولة الشيخ ما فيش أكتر من الصدقة اللي أثرها بيبان في الدنيا قبل الآخر الشطارة فينا بقى أنه نحن نحافظ على الاتنين يعني ما عملهاش للدنيا بس لأنه هعملها للدنيا بس أنا خسرت هكسب في الدنيا بلا شك إنما لو عملتها كمان للآخر بقى تجارة ربنا سماها تجارة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور مش هتفشل مش هتخسر لا في الدنيا ولا في الآخر ممكن أصلي حضرتكم ما لقش أثر الصلاة دي في الدنيا إلا الله ما إلا راح نفسي إنها مش مادة إلا الصدق الصيام نفسي الكلام ممكن أصقوم وأثر الصيام أمر نفسي مرتاح نفسيا مبسوط الحمد لله ما كفي إلا الصدق لإن ربنا وعد في الصدق وقال كده وما أنفقته مثل فهو يخلف خلاص وهو خير الرزق ده يقين شكرا هو ده بفعلا هو ده مش بتكلم على تجارب أنا بتكلم على إيمان تفرق نهي التجارب والله والتجارب وإيمان برضو طبعا التجارب بتقوّل إيمان يعني كويس أول نحن لما نذكر التجارب بتقوّل إيمان وتشجع الناس انت ليه قلت ضيعت الصدقة بإنك قلت هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إيه المشاحنا إنه سراً وعلاني صحيح وإن تبدو الصدقات فنعم ما هي صحيح فقيمة العلانية إيه يعني إحنا عارفين اللي هيقدر يضبط نفسه ويضبط نيته العلانية أفضل ليه فيها قدوة فيها أسوة ما هو لما الناس تلاقي غيره بيقدم فأ هقتل بيه هيحرّق جوّي حاجة ده الرجل ده عامل تمانا أولى النعم لنا كمات اللي هيضبط نفسه اللي خايف على الحتة دي ومش هيقدر يخليها سراً فالتنين ممدوحين في القرآن أيوه لما القرآن يقول فنعمة هي يعني مرحب بيه يعني حاجة كويسة ما قالش بئسة ده النعم نعمة هذا العمل ده شيء رائع إن احنا نعمل ده على نعمة ليه لما فيه من القدوة لما يبقى وضبطها بإنها بس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أحسنتي يعني علانية بس من غير لمن والأذى لمن والأذى ولا رياء آه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفكوا ما له رياء الناس آه فنعمة ده ده للمن والأذى ولا الرياء طب ضبطت التلاتة الحمد لله يبقى شكر عملنا البير وحتى لو حطنا عليه اسمنا ما يجراش حاجة هو طبيعي الجمعية بتبقى حريصة نحط الاسم وتحط اليفط علشان إيه حضرتك علشان ناسهم متأكد ناشي طبيعي هم لما صوروش البير ده أي حد ممكن يشكك فوجود الاسم ووجود العلنية هنا نفعت الاتنين نفعت المتصدق في إنه اطمن ونفعت الجمعية في إنه أصبح لديها الثقة ما فيش حد يتكلم بقى ولا يقول ما عملتوش ولا الكلام ده كله الحاجة موجودة يعني الواضحة وزهرة وكده طبعا طبعا طيب أنا عايز أتكلم في النقطة بتاعة صناعي المعروف تقي مصارع السوق الله وهي هل مصارع السوق دي ممكن تبقى دنيا وإخرا بردو الله الله طب خلينا نتكلم في الدنيا في الدنيا تقي مصارع السوق في الدنيا إنه مش هيموت إن شاء الله على حاجة سيئة ولذلك أذكر إنه أحد الصالحين قيل له بيتك احترق مش كان أبو الدرداء ده قصة تانية من حياتنا آه وده حصلت فعلا بيتك اتحرق وابنك فيه قال له لا ما حصلش وفعلا ابنه ما كانش موجود فيه قال له لأ إني بصر رحمي وانعرف إن بصر رحمه ما بيجلوش مصائب زي دي عنده يقيم رهيب آه آه وفعلا ما حصلهوش حاجة فلما نقول صدقة السر تطفئ غضب الراب الراب يا الله يا الله يعني لو عام المعصية وربنا غضبان مني عايزة توب كويس أول أن أرجع عن المعصية وكويس أول أن أستغفر وكمان ألحكا بصدقة من باب إن الحسنات تذبن السيئات ثم تطفئ غضب الراب وتقي مصارع السوء تب في الدنيا تب في الأخرة من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عن بها كربة من كرب يوم القيامة فالتوازن موجود في الصدقة بشكل غير طبيعي يكاد يكون العمل الوحيد طبعا مع صلة الرحم مهمة جدا يكاد يكون هذا العمل هو اللي هلاقي ثمرته النهاردة مش بكرة كلمة النهاردة يعني في الدنيا مش بكرة يعني في الأخرة وإذا أخلصت وجدتوها أيضا في الآخرة وجدتوها بالمزيد يا فندم عندنا أحاديث صحيحة بأن الصراط اللي هو أحد من الحامي زي السكينة كده ده أحد من السيف مهم وأدقي من الشعرة اللي حدك بتبص عليه ده زي السلك الرفيع ده ولا الخيط الرفيع وحاد جدا هيبقى لأهل الصدقة طريق معبت كبير يمشون عليه مش بس كده تتمثل لهم الصدقة كأنها طائر كبير طيارة يركبوا يطيروا فليمسهم لفح جهنم باقي شكل من أشكال الإنسان لا يفكر في مثل هذه الأشياء طب أنا من ناحية الدنيا مش خسران ومن ناحية الأخروية أنا كسبان لماذا أمتنع عن الصدقة إذن يلي يمنعني وده اللي يخلينا نؤمن أن أبكر الصديق كان قمة الحكمة لما يقول أبقيت لهم الله ورسوله وأنا ألأمن إيه الرزق هيجي هيجي مستشفى زي دي ربنا يكلم لما نعمر فيها ولما نجهز فيها سارك أجارية هتبقى هيتعالج فيها مالية في أم الأيام يدعي للعملها أو اللي ساهم فيها إن شاء الله بطوبة إن شاء الله بطوبة إن شاء الله بمتر رخام بقيمة أي شيء جامعة القاهرة دي هي لسه موجودة لغاية دلوقتي يقال لك دي كانت وقف شوفي ملايين تخرجوا تخرجوا ونفعوا الناس الأسر العيني طبعا الأسر العيني اللي بيعالب كل الدنيا تخيل دا كان وقف برد والمستشفيات اللي اسمها مبرات مبرات صدقة وقف وقف تخيلنا حدد كل الناس دي المرضى دي لما بيقول آه وياخد ابوة تسكنه ويعالج من دا دا أكيد بردان وسلاما على الرجل اللي ساب هي بالتأكيد كده ما هي رب يا فندم أنا آسف جدا المرأة والفاجرة لما ساكعت الكلب ربنا غفر له ما بلنا لما نعمل مستشفي الناس يتدو فيها صحيح وإن شاء الله يدو فيها الناس الطيبين الغلابة وحدها من غير الطمام ليش دعوة هو فينا يا إنسان كان في حد سمعت وقال لكلمة ممكن نختم بيها عايز تطول عمرك في الدنيا الله انت بتموت يعني 60 سنة 70 سنة 800 سنة هتموت يعني بيخلصوا في سنة يعني بس عمرك بقى يطول يعني الست بتاع تقوى جامعة القارب بص عمره طويل قد ايه ايه دا القصر يعني دا عمره طويل قوي يعني يعني خلاص شفتها دي حاجة فخمة كده وقال لك ايه هذا دا وقف قلت هيقوله اسم حد يعني لسه لا دا طلع عثمان بن عفان شف التاريخ الناس هتذكروا بالخير وعمر الذكر الخير دا دا بيطيل بيطيل الأعمار برك الله فيك بكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق باستمتع بحلقتي مع حضرتك شكرا جزيلا مشكركم على حسن المتابع شوفكم على خير في الحلقة الجاية شعور شكرا جزيلا